على أساس نستمتع بنهاي جميل نهاي يليق ببيتونس الخضراء في النهاية سيكون واحد هو من يحمل الأميرة ويغادر يا أما تروح لشاطة بوجعفر بالفعل في سوسة أو إنها تروح لباب سويقة الاثنين طبعا معقل الترجي ومعقل أيضا النجم الساحلي ضربة حرة الآن الترجي ثلاث مرات متتالية تسديد من حوضة يا سلام يا سلام برافو 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 هشام بوشروان عملها هشام بوشروان عملها قوم يا مدرجات افرح يا جمهور برافو 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 هشام بوشروان فجرها فجرها بالفعل بالفعل افرح يا جمهور افرح يا جمهور لاحظ 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 لا 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 لمات الرد ولا تنصد على دول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام عيدها أربعة أربع مرات تعادل لعبة الماضية لاحظ ما قدر لها ما قدر لها كنت أتحدث عن بوشروان صاحب القدم اليسرى القاتلة الآن في الدقيقة ثلاثنze الدقيقة ثلاثنze هشام بوشروان يحتى قذيفة قوية جدا ما قدر لها أيمن المثلوثي ولا قدر لها الدفاع عن نجم الساحلي وبالتالي التقدم لمصلحة الترجي التونسي بهدف المغرب يا سلام هدف متعة هدف روعة هدف مثالي هدف جميل جدا من لاعبين هذه الترجي وبالتالي الكرة ماضية بالفعل هي من البداية من البداية فرص كثيرة كانت موجودة لمصلحة الترجي لكن اليوم النجم الساحلي يخرج مبكرا من الشامبيونز ليك يفقد بطولة الدوري يحاول الآن وإلى الآن متأخر في كأس تونس أمام الترجي التونسي بهدف حشام بوشاروان ضربه حرى الآن ضربة حرى تنقل على طول الأمام على الطرس هي هدف التعادل الهدف التعادل يأتي الآن بكرة ممتازة الكرة الماضية فيها هدف بالفعل جميل للغاية الكرة الماضية عادت الجماهير النجموية للابتسام مرة أخرى بوقت مبكر على طول أربع دقائق لم يفرح فيها الترجي التونسي عاد النجم الساحلي مرة أخرى لاحظوا الكرة الماضية الكرة الماضية ملعوبة على طول والرأسية مباشرة حارس المرمى لا يا حارس ماهب بهذه الشكل وبهذه الصورة تبعد الكرة الماضية وبالتالي الكرة في شباك الترجي التونسي بهدف التعادل يأتي هدف التعادل عن طريق اللعب عمار الجمل عمار الجمل المدافع القادم من الخلف يبدو لي هو اللي وضع الكرة في شباك حارس المرمى حمدي القصراوي الهدف هدف التعادل يأتي مبكرا بالفعل هدف التعادل يأتي مبكرا عن طريق اللاعب المدافع بالفعل المدافع اللي أتى بالهدف اللي هو اللاعب اللي تقدم بالفعل في اللغطة الماضية عمار الجمل خطأ لترجي التونسي موجود الخطأ لأن في مكان بالفعل سيكون خطير على الإطلاق لمصلحة الترجي الكرة منقولة للأمام على طول والإبعاد حاضر بعد ذلك من جانب أي من المثلوثي جيلسون ديزيلفا يعيد الكرة مرة أخرى للخلف الكرة للأمام الآن وصلت في وسط أرضية الملعب يعني يشوف أيمن الشرميط يحاول يحاول أن يعمل شيء لكن إلى الآن لم يظهر هنا المحاولة للترجي الكرة منقولة للجهة اليسرى النتيجة الماضية كانت 2-0 هنا المحاولة يترجي عملوها 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 الترجي التونسي يكررها للمرة الثانية الترجي التونسي يسعد الجماهير للمرة الثانية حامل اللقب يكرر الإنجاز عملها على البنزارتي الموسم الماضي واليوم واليوم عملها على الفريق النجم الساحلي النجم الساحلي هدف ثاني للترجي بكرة قذيفة قوية نعيدها ونتابع نعيدها الجمهور فرحان ما في كلام لاحظ لاحظ معاي شو هاللاعب شو هاللاعب شو هاللاعب هذا اللاعب ما لحل هشام بوشاروان مرة أخرى هشام بوشاروان للمرة الثانية لاحظ معاي تابع معاي تزديدة يا جماعة ما لحل الله يحفظ الله يحفظ بالفعل الهدف الثاني لللاعب نفسه هشام بوشاروان صاحب القذائف القوية القول الأول جاء من قذيفة من هذا اللاعب والقول الثاني من هذا اللاعب أيضا بقذيفة أخرى باليمين مرة باليمين مرة باليسار مرة بالشباك وبالتالي هشام بوشاروان فجر المدرجات والعي والعي مدرجات والعي مباراة بأرضية الملعب الأقدام الأقدام ستتحرك الآن الأقدام ستتحرك باب سويقة سيكون سعيد باب سويقة سعيد إلى الآن بهدف مشاروان وبالتالي شاطئ مجعفر يتابع من على الشاطئ المتابعين من على الشاطئ يتابعون بحسر إلى الآن تسال النهاية والسعادة اقتربت كثيرا من ترجي ومن جماهير الترجي هنا المحاولة وهزاة الكرة ملعوبة الصافرة السعيدة محبين متابعين الأعزاء في كل مكان صافرة فولاريان ماير تعطي ترجي السعادة كل السعادة تعطي ترجي الابتسامة كبرى الحققها لأول مرة في تاريخها والابتسامة موجودة السعادة كل السعادة مبروك لكل الجماهير مبروك للترجي مبروك للصغار مبروك للكبار مبروك لللاعبين مبروك للرؤساء الترجي الذين تعاقبوا على هذا على هذا النادي وبالتالي بطولة جديدة تضاف لها الخزائن الملكية للترجي الجماهير ستظهر حتى الصباح بالفعل بعد هذا الفوز الكبير خلاص ما وصلت للتجيح ما وصلت للنهاية وصلت بالوقت الأصلي الترجي عملها بعد أن عملها في المباراة الماضية وفي الأدوار الماضية بعد أن كان بطلا في النسخة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر